مراوحة قاتلة تصف حال لبنان السياسي وسط خلافات بشأن تشكيل حكومة جديدة خلافات تبتد إلى مختلف النواحي السياسية والبرلمانية والقضائية وصولا إلى كيفية معالجة الازمة الاقتصادية ازمة يدخل في صلب القطاع المصرفي الذي شهد مفاجأة بشأن حسابات حاكم المصرف المركزي في الخارج اهلا بكم إلى برنامج الرابط سويسرا تجمد 400 مليون دولار لحاكم مصرف لبنان المركزي اي رسالة حملتها الخطوة تجاه سياسة لبنان في ظل الفراغ الحكومي والصراع السياسي وهل هي مقدمة لتحقيق شروط البدء في عملية إصلاح لمواجهة الازمة الاقتصادية مصرف لبنان في قفص الاتهام مرة أخرى اتهامات تطال حاكمه رياض سلامة واتصل إلى تجميد حسابات ب400 مليون دولار في البنوك السويسرية قضية قد تعمق أزمات لبنان الاقتصادية منها والسياسية من بنوك سويسرا المحصنة بسرية إلى مصرف لبنان الذي تحم شكوك حول نشاطاته قضية جديدة يرفع عنها السطار لتعود شخصية حاكم المصرف رياض سلامة إلى قلب الأحداث وهذه المرة من بوابة دولية فبعد نفي سلامة ارتكابه لأي مخالفات مالية ها هي سويسرا تقول إنها جمدت حسابات الرجل قدرت قيمتها ب400 مليون دولار رقم يجر معه اتهامات قد تطل سلامة بتبييد الأموال وتحويلها بطريقة غير مشروعة ومع استعداد سلامة التوجه إلى سويسرا بطلب من سلطاتها القضائية تكون أروقة السراي الكبير قد أثقلت بملف آخر يخلط أوراقها الاقتصادية والسياسية فالمصرف لطلم مثل صداعا للحكومة اللبنانية من بوابته تحرك الشارع وأدرك أن أزمته تأتي من قلب هذه المخازن التي سرعت انهيارا ليرة ومع دخول سويسرا المشهد يكون الضغط الدولي على بيروت قد تضعف ضغط اعتقدت باريس ومعها البنك الدولي أنه كفيل بتغيير اللعبة السياسية في لبنان فالإليزيا الذي تحمس لمساعدة بيروت ماليا علق أمالا على بعض سلسته لتشكيل حكومة جديدة لكنها أمال تبخرت على وقع تعقيدات لا يدركها إلا المجتمعون هنا البنك الدولي هو الآخر رسم خطة محكمة لإعادة بناء البلد ووضع برامج إنمائية شرط إصلاحات سياسية عميقة ليكتشف بعدها أن الطرف اللبناني عاجز عن الخروج من نفق صناعة السياسة في البلد لتتحول المماطلة والخلافات جزءا من أي مشروع لتشكيل حكومة في لبنان أحدثها خلافات بين الرئيس اللبناني ميشيل عون وأسعد الحريري خلافات قد تنهي أي أمل في تغيير قريب للمشهد السياسي والاقتصادي للبلاد قبل بدء نقاش الرابط هذا تذكير بسؤاليه سويسرا تجمد أربعمائة مليون دولار لحاكم مصر في لبنان المركزي أي رسالة حملتها الخطوة تجاه ساسة لبنان في ظل الفراغ الحكومي والصراع السياسي وهل هي مقدمة لتحقيق شروط البدء في عملية إصلاح لمواجهة الأزمة الاقتصادية مع بدء النقاش ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بيروت السيد حاتم ماضي النائب العام التميزي السابق وعبر تطبيق زوم من بيروت أيضا النائب نقول نحاس مقرر لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني ووزير الاقتصاد وتجارة السابق أبدأ معك سيد ماضي من بيروت لأسأل أي تأثير قد يحمله دخول السويسري على الخط في مشهد الأزمة اللبنانية المعقد أصلا أول مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمستمعين وأشكر تليفزيون الشرق لاستضافتي في هذه المناسبة سوف أبدأ بمقدمة صغيرة وأقول أنكم تعلمون ونحن نعلم أيضا أن لبنان يعاني انهيارا ماليا هائلا بحيث بلغت بلغ مجموعة ديون المترتبة على اللبناني حوالي ما يفوق 150 مليار دولار أمريكي قيل الكثير عن سبب هذا الهدر وقيل الكثير عن سبب هذا الأمر ولكن من شبه المؤكد من شبه المؤكد أن هذه الأموال قد جرى إخراجها من لبنان بطريقة مشكوهة وهي أصلا يبدو أنها ذات مصدر غير مشروع نحن نعرف أن هناك منظومة في العمل المصرفي في العالم وهي عملية غسل الأموال لبنان منضوية تحت هذه المنظومة لدينا قانون قانون هام هو قانون تبيض الأموال أو ما يعرف بغسل الأموال سويسرا كذلك الأمر هي لديها مثل هذا القانون كنا نطالب دائما المجتمع الدولي المصرفي طبعا ونقول له قل لنا نحن كحكومة كلبنان أو كشعب لذا كن أكثر دقة أن لديكم أموال للبنانيين حاولوا حققوا عن مرزر هذه الأموال قد تكون هذه الأموال نتيجة أموال مصادر غير مشروعة ونطبق عليها قانون تغسل الأموال إلى أن مؤخرا في اليومين الماضيين بدأنا نسمع أن الحكومة السويسرية جمدت مبلغ 400 مليون ليرة دولار أمريكي طبعا الحاكم يقول حاكم أصرف لبنان السيد الرياض السلامي يقول أن المبلغ هو 200 مليون لا فرق لا هم 200 أو 400 سيان هناك مبلغ جارة تجميده لماذا يجمد المبلغ؟ سأقول سأشرح الآلية أن أي دولة لبنان أو غير لبنان باختصار ولو أجبت على سؤالي لأن الطوطية والمقدمة طالت نوعا ما هذه أمور نعرفها هذا الكشف السويسري أي إرباك أضافه للمشهد اللبناني المرتبك أصلا؟ هذا سؤالي صحيح أنا معك أنا معك أن هذه الرسالة معنى ذلك أنا يبدو يبدو أن المجتمع الدولي قرر قرر مخاربة غسل الأموال ومساعدة اللبنانيين في اجتعادة أموالهم من منهوبة من المنهوبة إلى الخارج يعني أنت ترجح المفعول الإيجابي لهذه الخطوة السويسرية والدولية دعنا نراوح القول وأذهب إلى ضيفي الثاني من لبنان إفادة على نسق البرنامج والإجابات المختصرة رجاء سيد الناب نقول نحاس سؤالي لك هل هذا الكشف السويسري كما سميته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من الشفافية المالية أم خطوة تأتي لتزيد من تعميق جراح لبنان المالية والاقتصادية أنا ببساطة أتأسف أقول أنه أنا التجميد ما وصل لعندي أنت عم تأكده وأنا أصدق يعني أنت صدق عم أتقوله ولكن أنا ما عندي المعلومة اللي بتقوله أنه صار التجميد أنا بعرف أن الدولة اللبنانية الحكومة اللبنانية طلبت مساعدة الحكومة السويسرانية بمتابعة بعض القضايا بتهم مصطف لبنان وإجا الجواب من السويسرانيين أنه هني كمان بيطلبوا ساعتها من الحكومة اللبنانية أن نكون في تعاون أن هذا المعطي اللي عندي وأنا أتكلم اللي بعفو بس أنا بدي أقول أنا بأسف لما المجلس النيابي بلبنان بيأخذ قانون بيعمل قانون من أجل مساعدة أن يكون في تحقيق جنائي أن نفوت بواسطة الغريب إلى هذا الموضوع نحن في قانون اليوم بيسمح التحقيق الجنائي وهذا موضوع لازم يكون خارج العلن لأنه لبنان هو اللي بيدفع تمن أنه يكون عم نقص الغسينة على الإزاعات وعالتليفزيوني أنا بتأسف لأنه السقة هي أساس كل شيء لما مندمنا للسقة ما بيضل في شيء ما بنا ندخل الصراعات السياسية بأننا نهدر السقة المالية إذا في بكرة بيطلع بالتحقيق الجنائي في خطأ عمين ما يكون مين ما يكون يجب أن ينال الإقاب بس في مسار في مسار بنا نحترمه هو المسار وقضائي لكن سيد نقول عفوا لو سمحت لي بالتفاعل أنت تشكك بالقصة كل أو بتفصيل التجميد لأن مدعي عام التمييز اللبناني استدعى حاكم مصر في لبنان رياض سلامة همشكك بالتجميد لأنه الاستدعاء مصر استدعاء طلب المساعدة من أن الحكومة اللبنانية نزارة العدل اللبنانية طلبت من السلطات السلسانية التحقق من بعض الأمور بتجاوبها بتجاوبها المدعي العام أنه بدنا مساعدتك ساعة الحكومة اللبنانية بتحيل هذا الطلب إلى المحقق الاستنافي وهو ساعة بيطلب سماع الحاكل هذا المساعد هذا المساعد هذا طبيعي يصير هلأ صار في تجميد أنا أقول أني أنا ما بصل لعندي ما عندي علم إذا أنت عندكم التأكيد هذا موضوع أنا بدي أمشي فيه بس أنا لهلأ ما عندي هذا التأكيد في التقرير التالي تفاصيل قد تؤكد لك سيد نقول تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والبالغة حسب مصدر قضائي للشرق 400 مليون دولار يأتي إثر اتهامات عدة وجهت له على مدار العامين الأخيرين نتابع ثم نعود لنقاشنا منذ سنوات تلاحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة علامات استفهام عن قيم أصوله وثرواته وخصوصا بعدما استند مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود إلى ميزانيات شركات مسجلة في لوكسنبرغ يسيطر عليها سلامة ونشر في تقريره أن قيمة أصوله تصل إلى أكثر من 94 مليون دولار استمرت التقارير بحاق حاكم مصرف لبنان وواحدة منها أظهرت العام الماضي وجود شركات خارجية يملك فيها أصول تصل إلى نحو 100 مليون دولار مدعة في مصارف بنما وجزر الفرجان البريطانية وسويسرا في ظل اتهامه بأن له دور مباشر في زعزعة استقرار لبنان اقتصاديا رئيس دائرة تنفيذ بيروت القادي فيصل مكي أصدر قرارا قضى بالحجز الاحتياطي على عدد من عقارات وممتلكات حاكم مصرف لبنان بعد تقدم مجموعة من المحامين بشكوى ضده في يوليو الماضي أما سلامة فرد أن حجم ثرواته بلغت قبل أن يصبح حاكما للمصرف المركزي اللبناني عام 1993 23 مليون دولار وحاليا تحقق سويسرا في ملف تحويلات خاصة بسلامة بعدما تسلمت وزارة العدل طلبا من الاتحاد الأوروبي وسويسرا لتقديم المساعدة القضائية في التحقيق بشأن الحاكم وشقيقه ومساعدته مريان حويك تصل إلى نحو 400 مليون دولار سؤالي الآن للسيد حتم ماضي أستاذ ماضي بصيفتك رجل قانون نريد أن نتابع معك المسار القانوني الآن تم التجميد ماذا بعد هل المسار السويسري واللبناني متوازيان أم الأولوية للمسار اللبناني صاحب السيادة في هذه القضائية رغم أن سويسرا هي من حركت دعوة إذا جاز الوصف قانونيا أعتقد سيد الكريم طلب أن المبلغ المال يوضف المصار في السويسرية فأن المهمة هي على عاطق سلطات المصرفية السويسرية أو القانونية أيضا هي تحقق ونحن نساعدها فيما لدينا من معلومات أما هي فالتحقيق هو قائم بين يديها وهي هي التي عليها أن تصل إلى نتيجة أما إذا كان هذا المبلغ عائد إلى مصدر المشروع أو مصدر غير مشروع نحن نساعدها وليس أكثر ليس أكثر نحن كلبنانيين نساعدها إذا حتاجت إلى معلومات فنحن نقدمها لها ومدعني المئلات القانونية سيد رياس سلامة نحن بدأنا التحقيق نحن عبر عن استعداده لتقديم كل الأجوبة للمدعي العام اللبناني أو حتى الطلب السويسري في مقر السفارة السويسرية بلبنان للاستجواب المئلات القانونية الآن كيف تشرحها لنا سيد الكريم الجهة التي عليها تحقق هي السلطات السويسرية والمستندات التي لدى السيد سلامة عليه أن يقدمها إليها هي التي تحقق وهي التي تحقق بطلقة فنية وعلمية ومصرفية طبعا وهي تحقق بتحقيقة جنائيا المهم البحث باقتصار المهم أن تبحث عن مصدر هذا المال استيجم أن الشخص المعني هو بوظف وهي بوظف كبير في الدولة اللبنانية ولكن هذا المبلغ يفوق طاقت ويفوق إمكانية أي موضع لكنه يقول أسس الشركة هذا ما على السلطات السويسرية منذ سنوات وخيمة التحويلات تراكمت ولم تتجاوز الميتين الرقم يبدو غير متناسب مع التصريحات حسب تقديرك المبدأي صحيح أنا أوافقك الرأي وأضيف أن من يقوم بالتحقيق بهذه الأمور هم أشخاص في سويسا طبعا وفي لبنان أيضا لو كان الأمر هنا أشخاص يتبتعون بمهنية عالية باختصاص هم مصرفيون وماليون ويعرفون كيف الأموال كيف ما تسير الأموال من أين تبدأ وإين تنتهي ويحاسبون على كل ويعملون نوع من الأودت نوع من الأودت تماما على هذه الأموال فإذا كان كلامه صحيحا ربما نعم نعم تضيق مالي تضيق مالي جنائي لأنه إذا تبين أن هذه الأموال ليست مشروعة فهناك ملاحقة جزائية وكيف نتبين ذلك ولدينا أيضا كونه لبناني هل الأمر أكبر من مجرد تحويل مبالغ مالية أشرت منذ قليل لشبهة الطبيض هي ماثلة حسب تقديرك السؤال لي نعم لك السؤال لي نعم شبهة الطبيض موجودة من خلال نعم شبهة الطبيض ليست مجرد عملية تحويل أموال إلى الخارج مجرد مجرد لا 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 سيد الكريم مجرد مجرد أن السلطات المصرفية السويشرية جمدت هذا المال لأنها تشكف في صحة مصدره وعليها تحقق الآن وتوضعنا النتيجة وآمر أن تكون النتيجة كما نحن نتوقع أنها أموال ليست مشروعة لأن هذه فاتحة فاتحة لوقع أن نحصل على جميع الأموال التي أخرجت من لبنان بطريقة غير مشروعة لأن هناك شك قوي لدينا أن كل العجل المالي الذي نحن فيه سببه اختلاصات واستلاء على أموال ليست من مصلحة ليست حساب أحد ممن استولى عليها نعم هذا أفضل السيد النائب هذا ما أن تكون فاتحة خير نعم دعني أسأل سيد النائب نقولها نحاس في الجهة المقابلة ببيروت أيضا ما حضور السياسة ونصيبها في هذه القضية التي تبدو مالية لكن المتابع لا نقول المتهم حتى ساعة هو حاكم مصرف لبنان المركزي وليس مجرد رجل أعمال لبنانية كذا أخرج نسبة كبيرة من الأموال أنا بدي أرجع وابدي أرجع أكد عن موضوع سمعت التقرير اللي أملت أنا برجع بقول ما في شيء يثبت للآن أن هناك قرار سويسي بالتجميل هناك تصريحات سويسية بهذا الشأن لماذا نشك ما فيه ما نمشي على تصريحها الموضوع ما بمشي بتصريح أنا برجع أقول في تحقيق جنائي ببيروت بدي يتم هو الأساس لا هذه مصادر قضائية عفوا لا تعطي معلومات هكذا ما بمشي أنا على مصادر الموضوع من هالنوع في حساسية في مستقبل كل قطاع مصرفي ما فين يمشي على مصدر أنا بدي أعلان رسمي بطريقة رسمية بترجع هذا الموضوع بتعلق بمصدرية كل القطاع المصرفي في لبنان هذه نقطة أساسية وأنا بتوقف عندها تانية سؤالك بيجع أقول شق سياسي للموضوع لما بيطلع خبر تصريح في موضوع من هالنوع إلى العلن يعني حيثياته سياسية وفقط سياسية لأنه يلي بدو يعمل تحقيق جنائي أو تحقيق قضائي بشكل أصولي ما بيبعطوا على العلن لأنه هذا من موجبات التحقيق لكن أريد أفهم منك أكثر سيد تنديرت الجهة التي أعلنته هي جهة سويسرية لا جهة لبنانية هل أفهم من كلامك أنك تخصد أنه جهة لبنانية أوعزت لسويسريين كي يكشفوا هذا الأمر لا 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 وزارة العدل اللبنانية طلبت من السويسريين لحاول هذا إجاب بالتصريح رسمي إجاب بالتصريح رسمي وزارة العدل اللبنانية طلبت من السويسريين حاول استباقا لموضوع التحقيق الجنائي بيط هذا اللي صار أنا عم أقول شؤالة وزارة العدل اللبنانية ما عم أم أم تصريح فإذا أما أقول هذا الموضوع أنا مع أن يكون هناك تحقيق غميء لأنه لبنان يعاني من أزمة حقيقية ويجب أن تبين تستباني الأموه وأنا مش موافق ما موافق مع مع حطة القاضي مع رئيس حاتم ماضي لأنه أشكل لبنان من هك بكتير 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 من أنه واحد اختلس وواحد ما اختلس بس مرجح أقول هذا موضوع سياسي بامتياز لأنه كل المشاكل اللي عم نعيشها في لبنان بدل ما تاخد المسار العلمي المهني الحقيقي المجرد عم تاخد باللحب السياسي فقط لغاية يعني للعبة السياسية نصيب كبير لا يجب إغفاله في تناول هذه القضية هكذا قصدك واضح هو للخروج أصلا من الأزمة السياسية في لبنان طرحت فرنسا منذ مدة مبادرة تتضمن بنود عدة منها مسألة التدقيق في حسابات البنك المركزي والمالية العامة نرى تابع ثم نعود الإصلاحات الضرورية الواردة في الوطيقة الفرنسية تشمل تدقيقا لحسابات البنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة وتشدد ورقة الأفكار الفرنسية من باب اقتصادي على ضرورة إجراء تدقيق فوري وكامل في المالية العامة وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يستنزف خزينة الدولة بينما يفشل في توفير كهرباء كافية وتتناول الوطيقة قطاعات أخرى بحاجة إلى عناية عاجلة وهي المساعدة الإنسانية وتعامل السلطات مع جائحة كورونا وإعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت كما دعت الوطيقة إلى إحراز تقدم في المحادثات مع صندوق النقد الدولي وإشراف الأمم المتحدة على أموال المساعدات الإنسانية الدولية التي تم التعهد بتقديمها للبنان السلام نفتقاشي مع سيد حاتم ماضي نائب العامة تميزيا السابق هذا الطلب الدولي والتأكيد الفرنسي في السابق وحتى الاتحاد الأوروبي هل كلها تسير في مسار واحد وتحتاج إلى دعم قضاء وتعاون قضاء لبناني أم أن المجتمع الدولي قادر لوحدة أن ينفذ إلى المعلومة ويصل إلى حقيقة التدقيق المالي للجميع التي تريد بعض الجهات اللبنانية إخفاءها ربما أو تعطيلها على الأقل السيد الكريم أنا أقرأ فيما حصل ويحصل حاليا أنا يبدو أن المجتمع الدولي قد قرر منذ فترة أن يتولى هم إزالة هذه المشكلة المالية التي نتخبط فيها وبالتالي من هنا نفهم لماذا تحرك فرنسا ولماذا يتحرك اليوم تتحرك اليوم سويسرا وأنا بهذه المناسبة أقول أنه يبدو من المرجح أن تدخل المجتمع الدولي في هذه الأمور هو لمنع تسييس هذه المسألة في لبنان كفانة تسييسا لكل الشيء في لبنان كفانة تسييسا نريد الحقيقة المجردة الشعب اللبناني أنا أتكلم باسمه الشعب اللبناني يريد الحقيقة المجردة المنزهة لا نريد تسييسا لهذه الأمور وتميعا لنتائجها هذا ما نخشاه أقولها بصوت عال الشعب اللبناني يخشى من تسييس وتميع هذه القضية نحن لا نريد أن يزلوا أحد يعني ليس هناك كحسب تقديرك ليس هناك من منوئين سياسيين لرياض السلامة يريدون إحراجه سياسيا المنصب ليس هين الذي يتقلده أنا أعتقد وهذا اعتقاد خاص فيه أنه إذا بقيت قضية في لبنان نعم قد تداخل فيها مصالح المنوئين مع مصالح المؤيدين فلنتركها في الخارج سويسرا الدولي مخترمة لها قوانين وعندها أنظمة وهي ليست بهذا الفريق أو ذاك أنا شخصيا أرى أن الخطوة جيدة أن تبقى هناك أنا مطمئن أن الأمر إذا بقي مع المجتمع الدولي إلى المجتمع يريد إنقاذ لبنان نحن لا نروني إنقاذ أفسنا نعم واضح نحن لا نريد إنقاذ أنا شعب سيادة الخاذي عذر للمقاطعة مضطرنا فقط نذهب لفاس القصير ضيفين الكريمين تتكرماني بالبقاء معنا جمهورنا المتابع أيضا نعود بعد قليل أهلا بكم من جديد البطريك الماروني الكاردينال مار بشارة بوتروس الرعي انتقد المواقف السياسية المتحجرة الهدامة للدولة كيانا ومؤسسات دستورية وقال الدستور وضع للتطبيق لا للسجال وليكون مصدر اتفاق لمصدر خلاف نتابع نقاشنا مع ضيفين السانفه مع الأستاذ نقول السيد تناب وددت أن أسألك أيضا بالإشارة لما ذكرنا آنفا القضية ليست سياسية وتسييسها قد يضر بها وهي الآن بين أياد دولية وسويسرية أبينة حسب ما تفضل به السيد ماضي منذ قليل ما قولك في هذا لماذا نحشر السياسة في كل شيء وإذا لبننت المسألة قد تخرب كما يقول البعض أنا أريد خالف الرأي للرئيس حاتم ماضي رغم احترام الكل لقاله خالف خلاف كبير لأنه السويسرانية ما عندهم قضية السويسرانية عم يجيبوا على طلب من الحكومة اللبنانية عندهم جزء قانون يضبط موضوع المصف المركزي موضوع تحقيق جنائي واسع لتعمل كل عمله العملية اللي بسويسرانية عملية صغيرة جدا ومحددة جدا ما بدنا نعطي الأمور حجم يعني 400 مليار عملية صغيرة تراها عفوا الرقم ليس صغيرا في اقتصاد بلد كلبنان ومالية مش 400 مليار مش 400 مليار التقرير الصحفي بيحكي أنت عم تقول عن 400 مليون يلي أنا بشكك بالموضوع لأنه ما في ما في مصدر قضاءة حاسم ذاكري هذا الموضوع ما بدنا نجيب الناس على الغلط برجع بقول طلبت الحكومة اللبنانية الوزارة العدل لبنانية من الحكومة السويسرانية تحقيق بشكل ما بموضوع معين جاوبتها الحكومة السويسرانية أو المدعي العام السويسري أنه بدي مساعدتي وحيل الموضوع على المدعي العام التمييزي نقطع على السطر السؤال ليس تهمي أنا ما عم دافع ولكن أنا عم حق أطرقه بإطارة صحيح بك كان يطلع شو اسمه الحاكم مصف لبنان مجرم كبير وممكن يطلع بريء خلي اللي بحكم يتحقي هالشي الموضوع برجع بقول أنا التحقيق الأساسي بده يصير هو بي لبنان على مصف لبنان ونحن نحب الزالي بقى مشين هكا عم نقول هذا التحقيق إذا ما بلشت بل نجيب نحن مؤسسة دولية تعلق من الجهة القادرة على إجراء مثل هذا التحقيق والمطالب قديمة وعطلت كثيرا موضوع التدقيق المالي والشفافي على مصرف لبنان والمصارف الأخرى كلفنا شركة ألفاريس شركة دولية والنيا العملية معروف لكنها لم تخضر تقرير ألفاريس واضح لا ألفاريس ما عملت لأنه نسحبت لأنه ما كان فيه قانون يسمح له أن تطلع على كل الحسابات تقرير الذي برر الانسحاب طبعا هلأ انسحبت اليوم فيه قانون جديد يسمح له أن نتكفي الحكومة ستحكي مع البراس أن نتكفي التحقيق وما قبلت البراس في غيرها هليست حلقة مفرغة هذه يدور فيها الأمر ويدور فيها لبنان ولا بد من جهات دولية تحصن النقاش ما هو الشركة الدولية هي اللي بدأت حق الشركة الدولية هي بدأت حق وبناء على تقريره يبنى على يبنى على الشغل المقتضاء بقى مشين هيك لا يجوز أن نصطبق ذلك لا يجوز أن نسيز ذلك لا يجوز أن نصفي نقوص على كل بين بعضنا على العنان لأنه أنا برجع أقول أنا بلجنة المال أنا بهمني أن القطاع المصر القطاع يكون نحافظ على على الحد الأدنى من نصدقيته لأنه إذا في أخطاء ويمكن في أخطاء وغالبا في أخطاء في إشاءات طيب أي مسؤولية على لجنة المال في البرلمان وأنت جزء منها أليست المسؤولية التشريعية والقانونية تقوم عليكم أصلا أي دور قادر للنواب اللبنانيون على لعبي في هذه المسألة المهمة المجلس النيابي شغلته يأمن الإطار السليم لعمل من هذا النوع وهذا الآن في مجلس النيابي أمن القانون كان في معوقات لأنه قانون السررية المصفية كان في عائق وكان في تفسيرات متناقضة لأن تخطى التفسيرات المتناقضة صار في نص قانون خاص بهذا الموضوع بيسمح للتحقيق يمشي لآخر المساء لكن أنت هنا تسلم بدور للجنة المال في البرلمان وترفض تسييس القضية أنت هكذا سيست إذا ما سلمنا بدور ما للجنة المال البرلمانية لم تحدثني عن السلطة القضائية مفردة تتكفل بالملف طبعاً 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 لجنة المال بترائب عمل الحكومة وبترائب عمل أي مؤسسة هي تحت سلططة أو تحت رقابطة ونحن عدة مرات اللجنة تنتدعي مجلس المركزي حاكم مصطف لبنان ووزارة المال إلى تحقيق بعدة أمور وهذا حيتم بس هلأ اليوم الموضوع طلع على درجة أعلى أنه صار فيه قانون وصار فيه تكليف لشركة أجنبية هي تتقد بهذا الموضوع نحن ننطل الملف يخلص يطلع ونشوف سيد النائب خليني أذهب لسيد ماضي مرة أخرى ما بين القضاء والسياسة وسلطة تشريعية والحكومة والقضاء والمحاكم أين يمكن بالضبط حل مثل هذه القضية الشائكة والتي لها استتباعات لأسماء أخرى ربما في القادم القريب سيد القاضي سيد سيد الكريم سأقول بك قليلا إلى آخر كلام تفضلت به وتفضل به سعد النائب الكريم أولا أكبر دليل على تدخل السياسة في المسألة المالية أنه عندما صدر قرار بالتحقيق الجنائي في مصرف لبنان تزرع المصرف بعدم وضع مساعداته أمام هذه اللجنة بحجرة السرية المصرفية كلنا يعلم القانونيون والسياسيون يعلمون أن أموال الدولة لا سرية عليها ولكن اخترعوا جرى احتراع أن هذه السرية تمنع التدقيق وبالتالي استقالت الشركة من مهمتها هذا دليل على أن السلطة السياسية في البلد لا تريد للتحقيق التدقيق الجنائي أن يحصل وإذا حصل فلن يحصل كما يجب هذا ليكون واضحا أمام الجميع هذه سرخة سرخة تطلقها لا أحد يريد هلأ يعني ليس هناك من إيرادة سياسية في التهاب نحو شفافية مالية لا إيرادة طبعا طبعا والإيرادة السياسية مشتركة بين المعارضة والموالات لا يظننا أحد أنها محصورة في فئة من الناس في السياسيين نعود إلى القول أنه عندما نلجأ إلى القضاء الدولي أو المؤسسة الدولية ليس هذا عن عجز لدينا نحن رسنا عجزين لا قضاء ولا محققين نحن نملك جهازا قضائيا متينا إنما ما خرب هذا الجهاز هو تدخل المتنامي لاستياسيين في هذه السلطة القضائية يعني القضاء الدولي أكثر بعدا الشبهة والتسييس هذا هو قصدك مثل قضية مقتل الحريري إذا جاز القياس يجب أن يكون طبعا يزول القياس لماذا لجأنا من خمسة عشر سنة إلى القضاء الدولي هي ليست بدعة لبنان لجأ إلى هذا بالسابق الشهيد الرئيس رفي الحريري نعم لماذا وندفع سنويا مبلغ 49 مليون دولار نفقات لبنان من هذه المحكمة لماذا إذن هذا دليل نحن اليوم نحن اليوم القضاء بأمان إنما ليرفعوا أيديهم عن القضاء الجميع ليرفعوا جميع الفعاليات السياسية والحزبية والدينية ومن تريد ليتك القضاء يعمل بعمله وهو قادر على إجهاز المهمات الصعبة هذا أقوله من لوعة جيد سيد ماضي السؤال الأخير الوقت يضغط الحقيقة أسأل عن أي تداعيات ممكنة لما يجري لهذه القضية على تشكيل الحكومة المتعطل وعلى الأفق السياسي غير الواضح في لبنان سيد الكريم لا دخل لتشكيل الحكومة في عمل القضاء لن تؤثر هذه القضية يعني متسارعة بوجود حكومة ولا حتى في هذه القضية لا يمكن أنا أقول وأكرر الحكومة وجدت أو لم توجد لا أثر لها على سيد القضاء لا يتأخر عن القضاء نحن لا نتأثر بوجود حكومة وعلى موجودها نحن لدينا قوانين دعني أخذ جوابا عن نفس السؤال من سيدنا سيد نحاس هل ستؤثر هذه القضية على التشكيل المتعطل للحكومة وهذا الوضع الاقتصادي المغلغ لا ما فيه ارتباط ما فيه ارتباط تشكيل الحكومة هو من النتاج الخلافات السياسية والعقم السياسي الموجود لأنه الحقيقة اللي عم نشوفه لا يصدق لا يصدق بكل المعايير اليوم البلد فيه فيه صعوبات ما بدي أقول انهيابات ولكن فيه صعوبات وفيه فيه مشاكل مالية واتصادية كبيرة جدا فيه مشاكل صحية كبيرة جدا فيه مشاكل فقر كبيرة جدا بزيلا ما تكون الأولويات كيف نؤلف اليوم وحدة وطنية لحل هذه المشاكل عم نشوف بعد سنتين وثلاثة كيف بده تكون التوزيع الحصص شيء لا يصدق لا يصدق مالوا على بهذا النتاج نائب من بيروت أيضا أو من بيروت النائب نقول نحاس مقرر لجنة المال والموازنة في مجلس النواب لبناني لك جزيل الشكر أشكر أيضا عبر الأقمار الصناعية شارك معنا من بيروت السيد حاتم ماضي النائب العام التمييز السابق كل الشكر لكما قبل ختام نقاش الرابط لهذا اليوم هذا تذكير بسؤاليه سويسرا تجمد 400 مليون دولار لحاكم مصر في لبنان المركزي أي رسالة حملتها الخطوة تجاه ساسة لبنان بظل الفراغ الحكومي والصراع السياسي تسألنا أيضا هل هي مقدمة لتحقيق شروط البدء في عملية إصلاح في مواجهة الأزمة المالية أو الأزمة الاقتصادية انتهت حلقة الرابط خلوصا نقاشه إلى التالي أن التحرك السويسري هو ناكاس لرغبة المجتمع الدولي في البحث عن الأموال المهربة والمنهوبة في لبنان وهو يحمل رسالة سياسية بامتياز من قبل المجتمع الدولي إلى لبنان لتحفيزه من أجل بدء عمليات الإصلاح هذا كل شيء في رابط الليلة أشكركم على حسن المتابعة غدا يوم جديد ورابط آخر رفقتكم أنا مكهلال نمتم في أمان الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر